السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا خوتنا مرحبا بكم أينما كنتم لما ننسوا خوتنا ليرون في الغربة تحية كبيرة لكم أينما كنتم خوتنا نقوم ببدأ هذا الفيديو لكالعادة نقدم لكم مجموعة من أخبار آخر الأخبار إن صحى التعبير حاولوا دائما نحطوكم في الحدث لكن قبل ما نبدأ ما تنساوش أهم شيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تنساوش خوتنا دماركم مش مشتركين معنا ما تنساوش الاشتراك في القناة تفعز الجرس حقا باش ما تضيعوا حتى شيء يخص منتخبنا الوطني الجزائري من لاعبين مدربوا الاتحادية والمباركة وكل شيء نبدأ على كل حال وعلى بركة الله أول خبر لهو الحدث وأهم خبر لنهار اليوم أقول الحدث راهو مع إسلام السليماني حيث نادي كوري تيبا البرازيلي يقدم لاعبه الجديد ألا وهو إسلام سليماني أكيد إذن ذكر النادي البرازيلي في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نجم الجزائري البالغ من العمر 35 سنة نفتح قول صغير فقط بلغ من العمر 35 سنة لكن نحن في البطولة الجزائرية لما الشخص يوصل فقط 28-29 سنة يقول لك الجمهور وش نديروا به في هذا النادي أو في عمره 29 سنة خلاصة ولا شيخ لكن شوفوا في الأندية يعني أبار البطولة المحلية يخرجوا فقط بطولة سعودية وش رح صاري لا يبالون بالعمر حتى في أوروبا لا يبالون بالعمر يعني لو كان يعرف بلي فيك انت فائدة لمدة شهر يتعاقد المعاكد لمدة ستة أشهر ما يحاوش يفهم على كل حد نادي كوريتيبا قلنا أنه تعاقد مع إسلام سليماني وإسلام سليماني يعني مثال وقدوة للشخص الذي يريد دائما اللاعب في المستوى العالي لا تهمه الأموال ولا يهمه شيء آخر بل يهمه دائما البقاء في المستوى العالي لذلك عينه دائما على من؟ على المنتخب الجزائري وكأس أمم إفريقية ما قدش نقوله أسكت نروح به المونديال بروحوش به المونديال لأنه من المونديال الجاي إن شاء الله تتأهلنا عفوا نحاولي في عمره تسعة وثلاثين سنة لا أدري إن شاء الله على كل حيات أعطون أنتم مع رأيكم في التعليقات إذن إسلام سليماني كما صوره واضحة أمامكم رسميا يقدم من طرف إدارة النادي في سياق متصل أكيد لازم نعرجو على تصريح إسلام سليماني في أول مرة ولا أشقى الإسلام سليماني في أول تصريح له بعد الإنضمام وتقديمه من طرف وسائل الإعلام إذن أول تصريح له الذي نقالته الصفحة الرسمية لكوري تيبا دائما نجيب لكم الأخبار من المواقع الرسمية للنوادي على كل حال وشقى الإسلام سليماني قالهم بالحرف الواحد سأقدم أفضل ما لدي لإبقاء النادي في القمة إن شاء الله ما عليك يا إسلام سليماني لا تحاول لف قوش دروات فقط تسجيل الأهداف لا يهم الوضعية ولا يهم كيف تسجيل الهدف الإسانسيال تسجيل أكبر عدد ممكن للأهداف رأس حربة عليك بالأهداف ما تقول لا عاونتهم دفاعيا ولا عاونتهم هجوميا الأهداف والأهداف على كل حال فقط لابد أن ننوه أيضا أن نادي كوري تيبا يحتل المركز ما قبل الأخير إخواني في دوري البرازيلي برسيد 14 نقطة على بعد 7 نقاط كاملة من أول الناجين من السقوط إلى الدرجة الثانية مع بقاء 19 جولة يعني النادي في حاجة ماسة إلى رأس حربة وإلى أهداف تعقد معك على أساس أنك هدف لذلك بالتوفيق لوليد بلادنا ومرحبا بك إن شاء الله في المنتخب مع مجموعة من أهداف ومجموعة من منافسة أنجوزوا أحباب نخاوتنا إذا موقع آخر على كل حال عفو الخبر آخر الذي يعني يبحثه لبعض الإخوة شو ما أقول لكم شفاجأني أطول أنتم ما رأيكم في التعليقات وأحيانا وجهة النظر تختلف بالنسبة لمناصرين المنتخب الجزائري وأنا واحد منهم يعني عيدة أخبار وعيدة مقربين من جمال بالماضي نحطكم في الصورة قالوا أنه وسيم قداري على رادار جمال بالماضي على كل حال كين عيدة صحفيين تكلموا في هذا الوقت وفي وقت سابق على غير المؤمن آي تقاسي الذي يعني من الضربة الأخيرة أنت أمين قويلي لما قال أنه رسميا تحت تصرف ومبعد تخرج قلك أنا ما قلش هذا الكلام وما قلش أنه راح يجي في سبتمبر على كل حال نسبة المزدقية عندي نقصة نسبة المؤمن آي تقاسي لكن مش غير هو اللي قال هذا الكلام اللي حنقول لكم الآن بخصوص وسيم قداري هم يقولوا أنه جمال بالماضي هو عينه على هذا اللاعب لاستدعائه مستقبلا ويرى فيه أنه هو مستقبل الكرة الجزائرية مستقبل وسيم قداري كان في إسبانيول كلنا دافعنا على هذا اللاعب ويعني كل واحد بطريقة من كل واحد كيفاش ساهم في يعني إيصال الفكرة إلى الجماهر الجزائرية أنه عدنا لاعب في عمره فقط 18 سنة يلعب في نادي إسبانيول برشلونة طلع إلى الفريق الأول هذا السنة أساسي مع المنتخب الإسباني للأمال ساهم يعني لعب في كامل مقابلة لعب مع المنتخب الإسباني للأمال قلنا أنه ذو مستقبل الكرة الجزائرية لكنه بانتقاله إلى النادي العربي على ما أظن اللي سنسيال راح إلى البطولة القطارية كأن ما صرت كما فيكتور لكحل يعني شفناه إحنا في نادي المأذن اللي كان يلعب فيه راح للذي كان يلعب فيه على كل حال قائد فريق وأحسن لاعب في الدرجة الثانية احنا قلنا على الأقل أنا لقي نبادي القذيورة ثم انتقل إلى قطر وطاح من العيننا خصوصا طاح من العينين جمال بالماضي لأعلاج في سؤال وجهها الجمال بالماضي ما رأيك في فيكتور لكحل قال يعني استدعيته لما كان في البطولة الفرنسية لما راح الآن يعني ضربها بسكتة دالي أنه ما راهوش قانع لكن وسيم قداري الجمال بالماضي قال لك عينه رهي عليها واللعب لعب بطولة قطرية لا ندري على كل أعطونا رأيكم هل هو صحيا نقدر نقول أنه هو مستقبل المتخب لعب بطولة قطرية يعني أعطونا رأيكم لو كان يلعب فقط في السد يعني ولن نودل تلعب تشابيونز ليغ في آسيا أو تأسيا أقصد ممكن نقول أنه يحضر من المنافسة إلعب في نادي يعني يعني على السقوط يعني 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 ما راح نستفد منه أنا صراحة أغلنتم مع رأيكم في التعليقات نتوى إلى خبر آخر أحبابنا خوتنا متعلق بفارس شايبي فارس شايبي هذا والله العظيم في كل مرة نتأسف الوضع الذي راح فيه حتى نقول الحمد لله نرقينا اللاعب في المستوى العالي الآن فارس شايبي المدرب حوله إلى فريق الرديف يعني غير معني بمواجهة الفريق الأول إلا في حالة إصابة يعني يدوم الفريق الرديف ولا باش يكوبوا ذلك الفراغ وأنسى باش يدخل كأساسي لأنه الرديف يدومنه باش يكمبليتوا هذا العدد يعني القانوني للمنافسة على كل حال قلنا أنه فرانكفورت الألماني هو على كل حال كان يسعى جاهدا للتعاقد مع الدول الجزائري فارس شايبي لكن المشكل ونقلا عن الصحف الرياضي سامير جبالي رأوا أمامكم يقول أنه الشقة المالي يقف حاجز أمام إنهاء السفقة تولوز يريد مبلغ معين وندي أندرلاخت أكيد يريد يدفع مبلغ أقل موش طلبة إدارة تولوز لكن المشكل ما رأوش البت في هذا الخبر ما شيء أن نقول لكم موش رح صاري المشكل أن نقول لكم مدى الأمور لم تحسم لماذا فرس شايبي يحول من يعني أساسي إلى فريق الرديف يعني أصبح بدون منافسة يعني صح التعبير أو يتدرب فقط مع فريق الرديف يعني مع مساغر سازون دي ساتون وكنزون يعني هذا هو المشكل هذا المشكل راح ينعكس سلبا عليما على منتخبنا الوطني الجزائري أعطون أنتم ماريكم في التعليقات هل يستحق الدعوة أم هو أيضا يتجه للإبعاد من المنتخب الجزائري على غير سليماني على غير رب الليلي الأفريس شايبي بدون منافسة نبيل بن طالب أيضا بدون منافسة بوداوي بدون منافسة رأي أنه يعاد من إصابة ما فهمناش أعطونا عليكم في التعليقات هذا هو آخر خبر لحد الساعة فريس شايبي راهوا بدون يعني منافسة كبيرة والله العظيم الأمور تسعب تسعب على كل حد لزوء إلى خبر آخر متعلق بابنا خاوتنا بآدم والناس الذي ينال الإشادة ويريح الجميع سواء كان مناصرين مناصرين نديليل أو حتى جمل بالماضي والآخرين حيث حوظية حظية دول جزائري أدم والناس اليوم الاثنين بإشادة من نديليل الفرنسي نظير مرضوده أمس الأحد في مواجهة مونت بين قوسين أدم الناس لعب كبير لولا الإصابات أدم الناس وين يروح لعب أساسي وين يروح أساسي حتى في المنتخب براستو تعيط براستو تعيط لأنه عنده الفعالية على كل حال أحد ونشر نديليل عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة أثنى من خلالها على أدم الناس وقال دخول رائع لولناس أمس كما أرفق مسؤولي النادي الفرنسي هذه التغريدة بصور نجمهم الدولي الجزائري من المشاركتي في مباراة نونت يذكر أن أدم الناس إخواني شارك فقط بديدا خرج من الإصابة غير دخل سجلهم هدف بطريقة جد جد رائعة أطنا تومى رأيكم أحبابنا خاوتنا في التعليقات يعني السؤال يبقى ما تروح ماذا لو أن جمل بالماضي لم يسلعي أدم الناس هل نقدر نقول أنه ظلمه أم لا لأنه بدر الدين بوعناني ما رأيه يلعب مع نادي نيس حاليا بدر الدين بوعناني رأيه لاعب احتياطي نادي نيس خارج حسابات نادي نيس كي هو كي إبراهيمي كي بوداوي عدنا غير عطال لرأيه يلعب كأساسي إذن من يستحق الدعوة إذا فضى إلى كان هناك منصبه رياض محرز أكيد سيكون أساسي لكن لازم دبلور هل سيكون بدر الدين بوعناني أو أدم والناس أعطونا أنتم رأيكم أحبابنا خاوتنا في التعليقات خاوتي إلى موضوع آخر كم فيديوهات أخرى منحبش نطول بزهر الفيديو سلام عليكم ورحمة الله